ايام كرتنبرج الراجل كان مصمم على سياسة السواب والعقاب اي حكم مستهتر اي حكم عنده اهواء اي حكم عنده ميول اي حكم يعني زايد عنده الاحتواء شوية فيه اخطاء واضحة يبقى لازم فيه حساب عشان انت كده بتضيع حقوق واندية حقوق بتاعة لعيبة وحقوق بتاعة اندية ومصاريف وفلوس يعني بلاش الشعرات بتاعة الرئيس اللجنة سابق هقوله كابتن عصام عفتاح روح البروتوكول روح الاحتواء حاجات الغريبة اللي احنا سمعناها في فترة رئاسته لللجنة وكان لها يعني اثار سلبية كتير جدا 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 وكان التعامل مؤثر في بعض النتائج والبطولات ياريت تكون منظومة التحكيم احسن وافضل لانها فعلا عصب المنظومة الكروية كلها روح بقى اتكلم قبل ما اتكلم برضو عن الماتش بارح يمكن كان يوم من اجمل ايام لنا كمجموعة قدامة لعيبة النادي الاهلي هتلاقى بتجمالية حلوة اوي 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 وذكريات وتاريخ وفخامة شفناها في ضيافة مجلس الادارة بخيات الكابتن محمود الخطيب في فرع النادي الاهلي التجمع الخامس هتكلم في الموضوع ده من ناحيتين اول نقطة هتكلم فيها تجمع الجميل لاجيال مختلفة من ابناء النادي الاهلي اصرة النادي الاهلي امبرح كان يوم في حب النادي الاهلي حالة الود والحب اللي كانت بيننا كمجموعة قديمة وكنا نتمنى ان كل الاجيال تكون موجودة بس طبعا كل واحد يعني عنده ارتباطات وعنده مشغله ولكن يكفي المجموعة انا انا واحد من الناس المجموعة اللي انا اتقابلت معها دي معظمها كنت بتفرج عليها في التلفزيون بقيت الكابتن فاتح مبروك كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبدو ربنا يشفيه المجموعة دي كلها كنت تفرج عليها كابتن مختار كابتن محمد عامر كابتن رمضانسة مش عايز يعني اتكلم يعني اذكر اسماء وانسحد المجموعة الجميلة المجموعة الممتازة اللي كانت موجودة معانا مبارح يوم في حب النادي الاهلي كلنا بدون استثناء قضينا 4-5 ساعات من احلى 4-5 ساعات في الفترة الاخيرة في حياتنا حب ود من غير مصلحة وللأسف ده قليل جدا دلوقتي في حياتنا من غير مصالح وعلى فكرة كابتن الخطيب ما بنعتبروش رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي بس لا احنا علاقتنا بالكابتن محمود الخطيب مش علاقة مناصب مش مرتبطة بمنصب احنا طول عمرنا مرتبطين ببعض ومعانا مش معانا ده اولنا كابتن محمود الخطيب قصورتنا قضوتنا احسن رئيس نادي متواجد في مصر حاليا كابتن الخطيب اخ قبل ما يبقى رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي دي العلاقة اللي بتربطنا به العلاقة اللي بتربطنا ببعض حب الكيان والانتماء للكيان حب النادي الاهلي نعمة من عند ربنا لو شفتوا حضراتكم من برح الجميع فرحان الجميع مبسوط الجميع سعيد احنا بنتكلم على يوم نتمناه على طول نتمناه على طول كلنا بنحب بعض من غير مصلحة كلنا بنتمنى الخير لمجلس إدارة النادي الاهلي وللنادي الاهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب وغيره بعد كده اللي عملية دايرة طول عمرنا بنتجمع على حب الكيان زجرات جميلة قدناها كانت موجودة طبعا بينا بقى في الماتشات والمعسكرات والأفاشات تنبارح تلعت كلها والكلام عن البطولات والأفراح الأهلوية اللي ربنا يدمها علينا نعمة شفنا حالة الود بينا وبين المجموعة القديمة كلها بينا وبين كابتن محمود الخطيب من أبناء جيله وكمان كان معانا أجيال تانية فكان نفسنا كل أجيال تبقى موجودة ولكن زي ما قلت لحضراتكم إن هو كل واحد عنده مشغولياته شفنا كمان فرحة مجلس إدارة اللي كانوا موجودين سيدة الوزير العاملي فاروق ناب رئيس النادي ومحمد الجرحي ومحمد سراج وحسام غالي كل كان بيرحب وفرحة ما بعدها فرحة فرحة كبيرة جدا 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 لأن دي أسرة النادي الأهلي هي حاجة صغيرة تجمع كان مصغر ولكن عبر عن اللجوانة عبر عن عيلة النادي الأهلي إحنا بنعتبر نفسنا عيلة بدون بدون أي مناصب حتى قبل ما الكابتن خطيب رئيس مجلس زراء كلنا على تواصل معه كلنا مع بعض على تواصل ببعض من ضمن الناس اللي أنا يعني فرحت بيها مبارح إن أنا بقى لي كتير جدا ما شفتاش كابتن مختار مختار كابتن إكرامي بقى لي كتير جدا ما شفتوش قعدنا مع كابتن ربيع ياسين يعني يوم من أجمل الأيام فعلا وكان نفسنا إن اليوم ده يطول شوية ماينتهيش وإن شاء الله بإذن الله تتكرر وتتكرر بجميع الأجيال بإذن الله نادي الأهلي مختلف نادي الأهلي في حتة تانية خالص نادي الأهلي مش بطولات وملعب لا 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 نادي الأهلي منظومة متكملة منظومة متكملة لوحد بيحمد ربنا على نعم كتير الحمد لله الحمد لله على كل نعمك يا رب بما فيهم نعمة الانتماء للنادي الأهلي كامل التقدير والاحترام لكباتن الكبار اللي كانوا معنا مبارح وأنا كنت واحد منهم يعني ما كنتش أتخيل في يوم الأيام إن أنا أبقى واحد من ضمن المجموعة دي وإن أنا تجمعني الزمالة والصداقة في الملعب وخارج الملعب مع المجموعة الكبيرة دي تجمعني حتى الآن بيوم علاقة حب مواد واحترام وتحس أن أنت يعني أنا يمكن لقيت أجربة خاصة حسيت بالغربة لما سبت النادي الأهلي هنا وتغربت عن مصر 20 أو 22 سنة حسيت بالغربة برضو عن مصر وعن النادي الأهلي لما لما رجعت كنت يعني أهم حاجة بالنسبة لي أنا روح النادي الأهلي تجمع بتاع النادي الأهلي تجمع أسرة النادي الأهلي المجموعة الجميلة مش عايزة أقول كل اللعيبة غالبية اللعيبة اللي كانوا بينتموا للنادي الأهلي كلنا على تواصل كلنا على قلب رجل واحد كلنا وراء واحد من جيلنا اللي هو الكابتن محمود الخطيب إن الكابتن محمود الخطيب فيه جملة كانت بتتقال كان يعني ما بتيجي انتخابات ولا حاجة كان يقولك فيه واحد كان يعني عنده جملة معتدة كان يقولك هو واحد مننا لأ الكابتن محمود الخطيب واحد مننا فعلا الكابتن محمود الخطيب لما تيجي تتعامل معاه ما تحسش أبدا أنه هو رئيس نادي تحس بالبساطة والتلقائية والفخامة في التصرفات في المقابلة تحس أنه مازال هو الكبير اللي معنا اللي هو كان بيلعب معنا في الملعب تحس بشخصية الكابتن محمود الخطيب الإنسان قبل ما يكون رئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي فرحة كبيرة جدا أن واحد مننا كابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبيقود مجلس إدارة محترم وكله بيعمل على قلب رجل واحد علشان خاطر مصلحة النادي الأهلي بس وده طول عمره طول عمره الهدف بتاع رؤساء مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي في أعوام مختلفة النحية الثانية اللي عايزة أتكلم فيها بقى فخامة فرع التجامعة الخمس فعلا تدخل النادي حاجة تفرح حاجة فعلا تؤكد على فخامة اسم النادي الأهلي كل حاجة معمول حسابها بدقة في كل حاجة عشان كده تحس إن هو إنجاز عظيم يضاف إلى إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة دي بقيادة كابتن محمود الخطيب اللي أنا أتمنى له إنجازات أعظم وأعظم والإنجاز الأكبر إن شاء الله لأنا عارف إن هو بيدور في ذهنه وهو برضو يعني يحطه في اعتباره إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يحصل الكلام دو قبل نهاية الدورة دي ستاد النادي الأهلي يوم كان جميل نتمنى يتكرر طبعا ونتمنى أكتر بقية الأجيال تكون متجمعة مع بعض وزي ما قلت لحضراتكم دي روح النادي الأهلي ودي أسرة النادي الأهلي وعيلة النادي الأهلي الكبير نروح بقى الماتش النهاردة قدام المقولين العرب الماتش صعب جدا 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 خليني بقى أقول لكم الاعتبارات في صعوبة المبارا أولا قبل كل شيء إحنا مخلصين ماتش من يومين ماتش القطني الكاميرون مستفرين بكرة بتكلم عن بعض النادي الأهلي عشان تلعب بعد ثلاث يام مباراة مصيرية ومهمة جدا 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 هتحدد مسيرتك في بطولة دوري الأبطال أصدرت كتالي أحضرت Państwo أحدهم ما احدهم في و temos такое